اشتركوا في القناة صفحات الصحف والمطبوعات لهذا اليوم ونحاول تسليط الضوء بالتحليل على ما اهتمت به الصحافة من مواضيع وأحداث معنا هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد واصف عواضة الذي سوف يكون برفقتنا للتعليق على اهتمامات الصحف الصادرة صباح هذا اليوم بداية مع هذا العرض الذي تقدمه الزميلة هبة الله بيطار لصحافة اليوم اهلا بكم جولتنا على ابرز عنوين الصحف لهذا اليوم تبدأ من سوريا وصحيفة الوطن التي عنونت حلب الجيش يستعد للمعركة الفاصلة والجيش يحكم سيطرته على مدينة حمص ميليشيا خاصة للاخوان المسلمين والمجلس الكردي يرفض مظلة مجلس اسطنبول موراتينوس المرشح الابرز لخلافة انان والثاني يشترطون اعلاميون السوريون في دائرة رصاص الارهاب الى لبنان وصحيفة النهار حلب تحت وابل عنيف من القصف والجيش يهدد الطبق الرئيسي سيأتي لاحقا جليل يزور بيروت ومصير المخطوفين في مهب الروايات بعد المياومين اليمون والاعتصام يعطل الحملة على الحشيشة والى مصر مرسي يتعهد ضمان امن السياح والاقباط ينتقدون تمثيلهم في الحكومة والقنابل تلاحق اليمنيين بعد الافطار الى الاردن وصحيفة الرئي ثلاثمائتين وخمسة وثمانون مليون دولار دفعة فورية للمملكة من صندوق النقد الدولي استثناء الحالات الانسانية من منع تكفيل اللاجئين السوريين وفي سوريا ايضا الجيش السوري يسيطر على دمشق ويتوعد الثوار في حلب وختاما مع صحيفة القبس الكويتية الحكومة مترددة وحائرة ولم تحسم المخرج الامن دمشق طلبت من موسكو مساعدات مالية واقتصادية وفي السعودية مقتل شرطي ومسلح من المخاربين في القطيف هذه كانت ابرز عنوين الصحف لهذا اليوم اذا مشاهدين عرضنا لكم لابرز عنوين الصحف لهذا اليوم موضوعات متعددة ومتنوعة من مختلف الملفات وايضا المناطق الجغرافية سيد واصف عواضة نبدأ ربما من الحدث الأبرز الذي تناولته معظم الصحافة التي عرضناها قبل قليل وهو الحدث السوري رغم اعلان الجيش السوري سيطرته على دمشق وضواحية العمليات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة هناك فعالية للمعارضة المسلحة على الأرض عمليات خطف واغتيالات لا تزال موجودة حتى في دمشق هل تعتقد ان معركة دمشق انتهت تماما وكما توصف الصحافة التي استمعنا اليها المعركة القادمة الحاسمة ستكون في حلب يعني واضح ان الحرب في سوريا كر وفر ولا اعتقد ان سيطرت الجيش على مدينة معينة سواء كانت دمشق او حلب او حمص سيؤدي الى انتهاء او وقف هذه الحرب الحسم في سوريا كما يبدو لا يزال بعيدا لان القرار الدولي والاقليمي في هذا الموضوع لم يصل بعد الى حد الحسم يعني حسم هذه الازمة فضلا عن ان الجيش السوري لا يزال متماسكا بنسبة كبيرة خلف النظام النظام ايضا لا يزال متماسك رغم ما سمعنا خلال الايام والاسابيع الماضية عن انشقاق هنا او هنالك ولكن اعتقد ان المسألة ما زالت طويلة حتى لو سيح لانه استاذ واصف نلاحظ ان بالصدام العسكري المباشر بين الجيش الحر او المعارضة المسلحة من جهة وبين الجيش الحكومي من جهة اخرى نلاحظ بالصدام المباشر ان هناك منتصر لكن على الارض نلاحظ هناك يعني عدم سيطرة كاملة وانا هنا استشهد بموضوع اختطاف الايرانيين 48 ايراني اختطفوا في العاصمة دمشق على طريق المطار دمشق الدولي 48 عدد يحتاج الى قوة عسكرية يحتاج الى مكان لاخفائهم وبالتالي يعني هذا ربما يطرح علامات استفهام عن السيطرة الكاملة على دمشق يعني الحرب في سوريا ما يجري في سوريا ليس حربا كلاسيكية جيش مقابل جيش ينتصر احدهما ويفرض سيطرتهم هناك جيش نظامي كلاسيكي وهناك في المقابل ثوار او مقاومون او مسلحون ارهابيون سمهم مشئت ولكن هؤلاء متحصنين داخل الاحياء وداخل المدن ومن الصعب على جيش ما جيش كلاسيكي ان ينهي ازمة هؤلاء بشكل كامل لانهم يستطيع اي مدني في الشارع في قلب دمشق ان يعني يقوم باي عمل بعيدا عن النظر الامن وهذه التجارب عشناها في اكثر من بلد في العالم لذلك انا اقول حتى لو سيطر الجيش السوري الان على اي مدينة فانه لن يستطيع ان يحصن بشكل كامل لا يعني نهاية العمليات الامنية او الخروقات الامنية طيب ما اوردته ايضا صحيفة الوطن عن خليفة او خلف لكوفيانان المغوث الدولي تحدثت عن ميجيل انخل موراتينوس كبديل هل تعتقل ان موراتينوس مؤهل لان يكون حامل مشروع تسوية لالازمة السورية وهنا اسأل ايضا بالاشخاص يعني تبديل الاشخاص هل يعني تغييرا في الجهود الدولية والدبلوماسية تجاه سوريا في اعتقادي ان المسألة ليست مسألة شخص ليست المسألة في براعة كوفيانان او عدم براعته ليست المسألة في حنكة موراتينوس او هناك قرار دولي لا يزال قائما وتحديدا هذا القرار تتزعمه الولايات المتحدة قرار دولي اقليمي بمعنى ان الولايات المتحدة انا في اعتقادي ومنذ الاساس ان الولايات المتحدة لا تريد ان تسقط النظام السوري هي تريد ان تشغله ان تعطله وهذا ما نجحت فيه ان تضعفه اضعفته هي اضعفته وعزلته عن الاحداث في المنطقة تماما عطلت دوره بشكل اساسي الان الولايات المتحدة صحيح انها قد تكون راغبة في التغيير في سوريا ولكن ما هو البديل بالنسبة هل القاعدة هي البديل هل المتطرفين الاسلاميين هم البديل في سوريا لكن استاذ واصف اذا نتحدثنا عن البديل المعارضة السورية في الخارج المجلس الوطني في اسطنبول تقدم للولايات المتحدة او تسعى لصداقة الولايات المتحدة بشكل ملفت يعني اذا ما فكرت الولايات المتحدة بان تكون هذه المعارضة هي البديل فتكون قد حققت مكاسب سياسية كبيرة انا لا اعتقد يا صديقي ان المعارضة المجلس الوطني هو الذي سيتولى زمام الحكم في سوريا اذا سقط النظام يعني ما يحصل في سوريا الان يطرح الكثير من علامات الاستفهام ونحن نرى بالتالي كل يوم التعارض بين الجيش الحر والمجلس الوطني واخيرا مجلس امناء السورة وثم مجموعة روما اذا المعارضة ليست موحدة في سوريا واخشى ما نخشى انه اذا سقط النظام ان تحصل ملحمة بين المعارضين في سوريا لذلك انا اقول ان الذي بالتالي يتسلم السلطة هو الذي يقاتل ويقدم الدم وهذا لن يتخلى بسهولة يعني الناس التي تقاتل في سوريا الان ليست يعني سيقدمون هدية للمجلس الوطني او لغيره هؤلاء الذين موجودين في باريس سيتنازعون الحكم بكل حول الولايات المتحدة استاذ واصف تحدثت عن هذا الموضوع يعني انخلافات المعارضة في اكثر من مناسبة ان المعارضة السورية مختلفة وتتنازع الصلاحيات او السلطة موضوع اخر ايضا طرح في الصحافة التي عرضناها قبل قليل الصادرة صباح هذا اليوم وهي مسألة استهداف الاعلاميين في سوريا صحيفة الوطن تحدثت عن استهداف اعلاميين سوريين يعملون في القطاع الحكومي استدف الاعلاميين في هذه المعركة الاعلامي هو يؤدي رسالة يمثل المؤسسة التي يعمل بها هذا الموضوع مدى خطورته في سوريا وبدأنا نلحظه بشكل كبير وخاصة في الايام الماضية وكان هناك اخبار ليست مؤكدة عن تصفية احد الاعلاميين زميلنا محمد السعيد نتمنى ان يكون الخبر غير صحيح ولكن تصفية اعلاميين جسديا او التعامل هكذا مع الاعلاميين في الازمة السورية موضوع ملفت للغاية هو حلقة من حلقات هذا العمل الذي تقوم به المعارضة المسلعة في سوريا بدأت في الجيش اولا بدأت مع الشبيحة مع بعض العائلات مع بعض الطوائف انتقلت الى الادارة الى الدبلوماسيين تهديد تصل تهديدات الى الدبلوماسيين خارج سوريا الان ربما وصلت الحلقة الى الاعلام من اجل تفكيك النظام تفكيك النظام حلقة حلقة ارهاب الاعلاميين اليوم صحيح يعني الاعلام لا يقل خطورة كما نعرف يا عزيزي عن اي مؤسسة او قطاع اخر في الدولة فلذلك اليوم هي تحاول ارهاب الاعلاميين واعتقد ان الاعلاميين يعني بما يملكون من رأيهم ليسوا يعني اناس نحن لسنا اناس لا مسلحين ولا نحب العنف وبالتالي نحن بشر يؤخذ على الاعلام السوري من زمان هذا الكلام ليس في الازمة السورية انه اعلام فاشل واعلام غير مواكب واعلام خشبي واعلام غير عصري واعلام كل هذه التوصفات حتى قبل الازمة اقول وفي الازمة كان هناك حديث عن هذا الاعلام لانه بعيد عن الاحداث اذا لماذا يستهدف الاعلام السوري الاعلام السوري قطع عن الاقمار الصناعية قطع بث تهديد اعلامين يعملون في القنوات السورية تصريحات حتى من مسؤولين عن القنوات السورية من مسؤولين امريكيين ومسؤولين غربي اذا وتفجير مبنى الاخبارية السورية ايضا وقتل عدد من الاعلامين إذن لماذا هذا الاستهداف للإعلام إذا كان غير مؤثر؟ يعني من البداية فشل الإعلام السوري لا يتحمله الإعلام بحد ذاته بقدر ما يتحمله النظام السياسي أنا في الحقيقة على الطلاع شبه قريب وقد قبت بتدريب العشرات خاصة في التلفزيون السوري في محاضرات وندوات وتدريبات عبر المركز الإعلام الإزاعي والتلفزيوني وأكثر من مرة لمست أن هناك لماذا الإعلام السوري ينجح في الخارج؟ المشكلة في المؤسسة وليس في هذا الإعلام الآن خلال الفترة الأخيرة نحن نتابع الإعلام السوري سواء الإخبارية السورية أو الفضائية أو الدنيا لا تغيرت المعادلة وبدأ هذا الإعلام يؤثر لذلك الآن يستهدف كما يستهدف الجيش السوري كما يستهدف القطاعات الإدارية كما يستهدف الناس كما يستهدف أجهزات الأمن ولكن هذا التأثير لم يصل إلى المرحلة التي يعني في موضوع له صلة أستاذ واصف صندي تايمز عنوانت أو كتبت تحت عنوان هل أنت مستعد للموت رواية لمراسل الصحيفة جون كونتلي كيف صادف لدى دخوله لسوريا مجموعة بين قوسين يسميهم الجهاديين من غير السوريين بينهم بريطانيون يروي المراسل في الصندي تايمز كيف أساروه مع زملائه وقيدوه أنهم كانوا يتحدثون عن سعيهم لنشر الشريعة في سوريا ومن ثم الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا استهداف الصحافة الأجنبية وهل تعتقد أن من يستاذف إعلاميين أو من يستاذف هؤلاء الأجانب غير المعارضة السورية هناك جهة ثالثة تنظيم قاعدة مقاتلين عرض أنا أشرت إلى هذا الموضوع نظلم المعارضة السورية التي تتحدث من تركيا أو من باريس أو من مصر عندما نحملها مسئولية مثل هذه الأعمال حقيقة يعني لا برهان غليون ولا هيثم المناع ولا هيثم المالح يؤمنون بهكذا تصرفات لذلك أنا قلت وجه الخطورة في سوريا أن من يحارب في سوريا من المسلحين لم يعد تابعا لفريق معين كما قلت هناك معارضة هناك قاعدة هناك قاعدة بس نقطة صغيرة يجري الحديث عن خمسين ألف مقاتل مسلح في سوريا أنا أعتقد ليس بينهم عشرة ألاف سوريا طيب تسمح لنا أستاذ واصف أن ننتقل إلى الفقرة التالية من برنامج آخر طبعا مشاهدين في فقرتنا التالية فقرة اقرأ الحدث نتابع ما نشرته صحيفة الحياة حول الجدل المتصاعد المحيط بالحكومة اللبنانية الحالية وأيضا نتابع في هذه الفقرة ما استعرضته صحيفة الشرق الأوسط من صعوبات تعيق تسمية بديل للمبعوث الدولي كوفي أنان وأحداث أخرى في صحيفة الصباح والخبر الجزائرية نتابع ما جاء في هذه الصحف الحياة قالت مصادر جبهة النضال اللبنانية إن النائب وليد جمبلاط أوعز إلى وزرائه أن يبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موقفا قاسيا بعد إعلانه بأنه من غير الجائز تسيس كل إجراء إداري أو أمني أو قضائي يستند إلى القوانين واطلب إليه توضيح الأمر وإعادة النظر فيما قال وإلا سيكون للجبهة موقف من جهتها مصادر وزراء جبهة النضال تؤكد أن جمبلاط لا يتهاون في هذه القضية وسيصر على معالجتها بهدوء لكن بإصرار مصادر سياسية دارزة تقول للصحيفة إن الشلل الذي يتصف به عمل هذه الحكومة جعل البحث في مصيرها طبقا شبه يومي ليس في تصريحات قادة المعارضة في قوى الرابع عشر من آذار فحسب بل في الحلقة الضيقة المحيطة برئيس الحكومة نفسه ما دفعه إلى القول في حديث سابق للصحيفة إن البلد يحتاج إلى حكومة استثنائية ولن أكون حجر عثرة إذا توافرت فرص تشكيلها الشرق الأوسط مصادر ديبلوماسية صعوبات تعيق تسمية بديل أنان مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس قالت للصحيفة إن ثلاثة أنواع من الصعوبات تعترض مهمة بنكيمون أولها عدم توفر شخصية دولية معروفة ومجربة من وزن أنان لاستكمال المهمة طبيعة المهمة نفسها أي تسهيل التوصل إلى وقف العنف كخطوة أولى نحو الحل السياسي وفق روحية خطة أنان وبيان جوناذ العقبة الثالثة تكمن في استمرار انقسام مجلس الأمن في تشخيص الأزمة والحلول يبرز في بازار الأسماء المطروحة اسم مارتي أهيتساري رئيس جمهورية فنلندا الأسبق ووزيراء خارجية إسبانيا السابقين ميغيل أنخير موراتيونس وخفير سولانا الأول يعرف المنطقة جيدا وله علاقات قوية بسوريا أما سولانا فعين بعد تركه الخارجية الإسبانية مستشارا ديبلوماسيا لبرنامج الأمن الغذائي القطري الصباح من يقتل الشعب السوري؟ حرب حقيقية في سوريا تستخدم فيها كل الأسلحة الثقيلة مؤشرة التقسيم بدت تلوح في الأفق حيث الحديث أخذ يعلو لقيام دولة للعلويين وأخرى للأكراد وحيث يستعد المسيحيون للهجرة هل التخلص من النظام الإيراني والتخلص من التمدد الإيراني وما يسمى بالمد الشيعي وحزب الله اللبناني والتخلص كذلك من التوترة الأمنية في البحرين والقطيف وفي جزان والتخلص من نفوذ أو دولة الحوثيين في اليمن هل كل ذلك كان يقضي الدخول من سوريا للوصول إلى إيران؟ المنطقة كلها خاضعة لمؤامرة كبرى ويخطئ من يظن أنه في أمان أمريكا وإسرائيل رعياء إبادة المسلمين في مينمار اتهم وكيل مشيخة الطرق الصوفية في محافظة الإسكندرية في مصر الشيخ جابر قاسم كل من أمريكا وإسرائيل لتدبير عمليات التطهير العرقي في مينمار ومحاربة الإسلام والمسلمين قاسم أكد للصحيفة أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقار سفارة بورما بالقاهرة خطوة تصعدية أولى ولفت إلى أنه طلب من مشيخة الأزهر دعوة المجلس العالمي الإسلامي إلى الإنعقاد وتشكيل اللي جاني تقص للبحث في الأزمة وقطع العلاقات بين البلدين إذن هذا ما كان في أبرز أحداث اليوم في فقرة إقرأ الحدث أستاذ واصف أحداث كثيرة هامة واسمح لي أن أبدأ من الحياة والشأن اللبناني ما وراء بتقديرك هذا الموقف الحاد لأن نائب ولي الجملات هل تصريحات رئيس الحكومة تستاهل كل هذا الرد العنيف بين قوسين على هذه التصريحات يعني أولا أريد أن أقول أنه ربما من سوء حظ هذه الحكومة ومن سوء حظ الرئيس نجيب ميقاطين أن الحكومة بدأت عهدها مع انفجار الأحداث في سوريا ونحن نعرف ما لسوريا من دالة طويلة على لبنان في السابق كانت الخلافات الحكومية تستعر وكان يتدخل أحيانا ضابط سوريا ويحل المشاكل التي تحصل الآن يبدو أنه في لبنان نوع من كالصبي الذي تتخلى عنه والدته في غفلة من الزمن لذلك نرى هذه أما إذا لماذا موقف النائب وليد جنبلاط فمواقف النائب جنبلاط تحتاج أحيانا إلى منجم مغربي يعني كما يقولون لأنه لا أحد يعرف ماذا يريد جنبلاط من وراء هذا الموقف وهو يعرف جيدا يعني التصويب على المدير العام الأمن عام ثم التصويب على رئيس الحكومة تاريخيا تاريخيا النائب وليد جنبلاط ربما يصوب باتجاه ويكون هدفه باتجاه آخر هل يمكن أن يقول تقرأ هدفه الآن؟ تقرأ هدف تصريحات بأنها نوع من بداية الانسحاب من الحكومة؟ لا أعتقد هو أكثر الأطراف المتمسكين بهذه الحكومة لأنه يعرف أن حكومة تصريف الأعمال ستعطل كل القرارات في البلد على قلتها وهو ربما المتضرر الأكبر ويعرف جيدا أنه من الصعوبة تشكيل حكومة في هذه المرحلة وأنا أعتقد أكثر من ذلك قوة 14 أزار في لبنان ليست صادقة في الدعوة إلى رحيل الحكومة واستلام السلطة أنا لا أعتقد أن قوة 14 أزار في هذه المرحلة تريد استلام السلطة أو الحكومة لأنها تعرف أن استلام السلطة هو نوع من الجمر الجمر ملقى في حضن الرئيس ميقاطي وحزب الله وعون وحركة أمل وغيره فلماذا تقوم هي بهذه المهمة؟ قبل الانتخابات لا أعتقد أن هناك تغيير حكومي قبل الانتخابات إلا إذا كان هناك اتفاق حقيقي على حكومة متفاهم عليها من كل الأطراف وأنا أستبعذ ذلك قبل الانتخابات النيابية الوضع الحالي هو مصلحة جميع التيارات السياسية؟ أنا أعتقد ذلك هو فرصة من بعض القوى لابتزاز الحكومة لوضع المآخذ عليها لتقطيع الوقت بانتظار الانتخابات لذلك أنا أشرت في بداية الأمر إلى أنه ما دامت الأزمة السورية قائمة فأعتقد أن الرهانات اللبنانية ستبقى قائمة وسيبقى لبنان معطلا في موضوع الرهانات اللبنانية أستاذ واصف تعتقد أن الأطراف ذهبت بعيدا في لبنان الطرفين قوة 14 أذار وقوة 8 أذار في مراهنتها على سقوط أو عدم سقوط النظام هناك من وضع كل الحسابات بسقوط النظام ويبدو هناك من وضع كل الحسابات في عدم سقوط هناك فريق نعم يضع كل الحسابات في هذا الموضوع الفريق الآخر قوة 8 أزار من الأساسية مع النظام السوري تترقب الوضع ربما تحسب حسابات لما بعد مرحلة الحسن في سوريا مع أنها غير مقتنعة أن النظام سيسقط ولكن الرهان الكبير هو من جانب قوة 14 أزار التي تراهن على سقوط النظام السوري وحصول انقلاب في لبنان وهذا ما أستبعده تماما في هذه النقطة تحديدا أستاذ واصف عواضة سيكون في لبنان غالب ومغلوب؟ لا أعتقد ذلك لبنان لا يعيش في صيغة الغالب والمغلوب لأن الطوائف هي التي تحكم لبنان قد يكون هناك حزب سياسي غالب وحزب سياسي مغلوب ولكن كيف تغلب طائفة؟ لكن في حال سقوط النظام سيكون هناك كارثة على فريق سياسي وفي حال عدم أو صمود النظام أو خروج من الأزمة سيكون أيضا كارثة سياسية على فريق آخر لا أعتقد ذلك إذا صمد النظام في سوريا لن يتغير شيء في لبنان لأن المعادلة قائمة منذ سلسين عاما أو منذ سبع سنوات لا أحد يستطيع أن يلغي أحدا في لبنان إذا سقط النظام السوري هناك من يراهن على إلغاء فريق آخر أنا أعتقد أن هذا الرهان سيؤدي إلى حرب أهلية جديدة من يستطيع أن يتحمل مسؤولية حرب أهلية جديدة في لبنان لذلك ما يحصل الآن هو نوع من التهويل أنا عندي رأي خاص في هذا الموضوع أعتقد أن الأزمة السورية أحرجت حزب الله كثيرا يعني حزب الله الذي دعم التغيير في تونس دعم التغيير في مصر دعم التغيير في ليبيا يعني هذه المسألة في سوريا المسألة مختلفة يعني يدعم التغيير في البحرين فلذلك الأزمة في سوريا أحرجت حزب الله لذلك من يراهن على نهاية المقاومة أو حزب الله في لبنان في حال سقوط النظام السوري أعتقد أنه سيصل بالبلد إلى حرب أهلية طيب ما طرحته صحيفة الصباح أيضا فيما يتعلق بسوريا موضوع التقسيم نعم دولة للعلوين دولة للأكراد دولة للسنة تعتقد أن التقسيم ذاهب سوريا للتقسيم نعم أنا أعتقد أنه وارد وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل ليس في سوريا وإنما في المنطقة ككل لأنه سيجر المنطقة إلى مزيد من التقسيمات وربما هذا هو الهدف الأمريكي يعني إذا نظرنا إلى ما حصل في السودان يمكن أن نستشرفه في سوريا دولتان أو ثلاث دول في سوريا أمر خطير جدا لأنه سينسحب بالتالي وسيعكس نفسه على لبنان وعلى تركيا وعلى العراق وعلى الأردن خصوصا أن كل هذه الدول ليست شعوبها شعوب متجانسة إنما هي إثنيات وطوائف وغير ذلك طيب أستاذ واصف عوالة تسمحنا أن نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين فاصل ثم نكمل في آخر طبعة وبعد الفاصل مباشرة فقرة اقرأ كاتبا نختار مقال من صحيفة هارتس بعد الفاصل تحية من جديد مشاهدين في آخر طبعة ثقرة اقرأ كاتبا نختار مقال كما قلنا قبل الفاصل من صحيفة هارتس للكاتب الإسرائيلي عموس هاريل الذي كتب بالصحيفة مقالا بعنوان ما الذي يعرفه معارضو الهجوم ويقصد هنا الكاتب الهجوم على إيران بالطبع سنتابع ما كتبه عموس هاريل مباشرة ثم نعلق على هذا المقال مع ضيفنا نتابع هارتس عموس هاريل ما الذي يعرفه معارضو الهجوم ما قيل همسا منذ أسبوع أو أسبوعين يقال الآن بصوت مرتفع جدا إمكانية مهاجمة إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة باتت تناقش بشكل علني ومفصل تحدث بهذا الشأن وبصورة مباشرة ومفاجئة ثلاثة من كبار قادة أجهزة الاستخبارات السابقين إثنان منهم أعربا عن معارضة الهجوم الإسرائيلي غير المنصق مع الولايات المتحدة الرؤساء السابقون للاستخبارات العسكرية هم الآن في دائرة المشاورات الأوسع للقيادة الأمنية تطورات الأسابيع الأخيرة توضح لهم أن القرار الإسرائيلي لصالح الهجوم تقدم أكثر من السابق نتنياهو الذي يبدو أنه لا يزال يريد الهجوم يعمل ضد دائرتين معارضة القرار من الداخل والخارج في الداخل المعارضة على المستوى المهني لهجوم في التوقيت الحالي وهي تحظى بغطاء جنرالات سابقين أما في الخارج فالضغط الذي تمارسه لدارة الأمريكية والذي وجد تعبيرا له في زيارة وزير الدفاع ليون بانتا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي هذا الضغط يخرج نتنياهو عن توازنه والدليل في تسريبات لقائه مع كبار المسؤولين في إذاعة الجيش الإسرائيلي فرئيس الحكومة أوضح أنه في حال تشكيل لجنة تحقيق مستقبلية حول اتخاذ قرار الهجوم على إيران فسيكون هو المسؤول إذن كان هذا تحليل صحيفة هاريتس الذي كتبه عاموس هارئيل في هذه الصحيفة والمتعلق تحديدا باحتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران أستاذ واصف عواضة هل تعتقد بأن الحديث عن ضربة عسكرية لإيران بدأ أكثر تقدما كما قال الكاتب عن السنوات أو الشهور الماضية نعم أعتقد ذلك ولكن لا أعتقد أن هناك حربا على إيران تقدم بسبب اقتراب الانتخابات الأمريكية وهذا نوع من عملية تهويل لابتزاز الإدارة الأمريكية لابتزاز إدارة الرئيس أوباما أوباما لكسب المزيد من المكتسبات بالنسبة لإسرائيل لا أعتقد أن إسرائيل في وارد القيام بحرب الآن يعني الأجواء السائدة في المنطقة هي أفضل الأجواء بالنسبة لإسرائيل فلماذا تقوم بحرب تكلف نفسها كل هذه المعاناة التي ستحصل وبالتالي الولايات المتحدة تنظر من منزار آخر الحرب على إيران ستؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة وستخربت كل خريطة الطريق المقامة الآن وخصوصا بشأن سوريا لكن لا تعتقد أستاذ وصف أن هناك قلق إسرائيلي حقيقي من التقدم الإيراني في المجال النووي وفشل مفاوضات أو على الأقل عدم تقدم هذه المفاوضات بين دول خمسة زائد واحد وبين إيران نعم هناك قلق ليس من الملف النووي الإيراني هناك قلق من إيران بحد ذاتها يعني حتى الأسلحة التقليدية التي أصبحت تنتجها إيران هناك قلق إسرائيلي تجاهها ولكن هذا القلق لا يستأهل في نظر إسرائيل أو لا يعني يؤدي إلى قيام حرب في هذه المرحلة تعرف إسرائيل أن الحروب لم تعد نزهة في المنطقة خصوصا بعد درس 2006 حزب الله بالنسبة لإيران هو مجرد عصابة صغيرة يعني عرب وعندما أقصد أقول عصابة وليس عصابة وإنما عصبة يعني ليس جيشا ولا يملك مجموعة معينة ومع ذلك استطاع الحزب والمقاومة الصمود في 2006 بشكل أذهل إسرائيل كيف إذا كانت الحرب مع إيران ومع سوريا ومع حزب الله في لبنان دفعة واحدة وأعتقد أن أي ضربة في إيران ستؤدي إلى مثل هذه الحرب وستتحمل إسرائيل كثير من النتائج في ظل وضع اقتصادي يتراجع في ظل وضع اقتصادي عالمي منهار في ظل انتخابات أمريكية بعد ثلاثة أشهر أعتقد أن لذلك أقول أن هذا الموضوع من باب التهويل أستاذ واصف عموس هرئيل في هاريتس يتحدث عن فرصة تتعلق باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذه الفرصة عادة ما تستغلها إسرائيل ويتحدث عن أن الإسرائيليين قد يستغلوا انشغال ولاية المتحدة الأمريكية بهذه الانتخابات لتوجيه ضربة عسكرية يعني واهم من يظن أن القرار الإسرائيلي هو قرار مستقل وبعيد عن القرار الأمريكي لذلك وبالتالي الكتاب الإسرائيليين هم جزء من التركيبة الإسرائيلية بشكل عام هم كتبوا أكثر من مرة غير ما قالت عموس هرئيل هذا اليوم التي نناقشها أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة تفرمل القرار الإسرائيلي وزيارة ليوم بانيتا إلى إسرائيل قبل أيام كانت في هذا السياق أنه نرجو التنسيق معنا أو عدم اتخاذ أي خطوة عسكرية تجاه إيران دون إعلامنا هذا يعني أن الأمريكان يخشون هذه المسألة أو قلقين من أن إسرائيل قد تتخذ قرارا منفردا في هذا الشيء يعني قلق لا أعتقد أنه في محله لأنهم هم يعرفون جيد أن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب بدون غطاء أمريكي في حرب 2006 في لبنان في مثل هذه الأيام بالذات يعني بثلاثة أربعة أغوست كانت إسرائيل تطلب وقف النار بشدة كانت الولايات المتحدة هي التي تدير الحرب وكانت إسرائيل تتراجع في ذلك الوقت لذلك يستحيل أن تقوم إسرائيل بحرب دون غطاء أمريكي سياسي وعسكري وتقديم مساعدات من هنا عود فأشدد على أن هذا التهويل ليس في محله طيب الإدارة الأمريكية الجديدة هل تعتقد أنه سيكون حظوظ الجمهورين أكثر وبالتالي إنعكاس ذلك على إسرائيل وعلى رغبتها في أن توجه ضرب عسكرية لإيران بالتشارب مع الولايات المتحدة لأنه كثير من يشكك بقدرة إسرائيل وحدها على خوض حرب أو على ضرب المنشآت النووية الإيرانية على اهتبار أن المساحة الجغرافية الإيرانية واسعة للغاية والمنشآت النووية الإيرانية منتشر على هذه المساحة الجغرافية لا تستطيع إسرائيل بطائراتها الوصول إليها دفعة واحدة هذا حقيقي وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس أوباما ستعود تجديد لها كل المؤشرات تشير إلى أنها عائدة إلى وحتى لو جاء الجمهوريين الآن ما يحصل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة يسبق كل انتخابات هناك نوع من المزايدة هناك نوع من المحاولات لكسب ود الإسرائيل واليهود هذه مسألة معروضة مترومني المرشح الجمهوري تجاوز كثير موضوع المتحدة مترومني تحدث عن إيقاف إيران بأي ثمن وتحدث في زيارة لإسرائيل عن القدس عاصمة لإسرائيل الرئيس أوباما في برنامجه الانتخابي قدم الكثير من التعهدات ماذا استطاع أن ينفذ منها وخصوصا في حيال القضية الفلسطينية كانت الموضوع الفلسطيني في برنامج أوباما موضوع رئيسي أنه يريد حلا للقضية الفلسطينية مضت أربع سنوات بل تأخرت القضية الفلسطينية كثيرا في عهد أوباما لذلك أقول ما يقدمه الأمريكيون في برامج الانتخابية ليس بالضرورة أن يقوموا بتنفيذه خصوصا أن الأمريكيين يدرسون الوضع على الأرض جيدا وأعتقد أن الأمريكيين هم في وارد مغادرة الحروب المباشرة الأمريكيون يعملون منذ بضع سنوات منذ غرقوا في العراق على الحرب الباردة ما يجري الآن هذه النقطة أستاذ واصف هامة للغاية وأريد أن أتوسع بها وأيضا نطرحها انطلاقا من علاقتها بإسرائيل وبما كتبه عاموس هرائيل في هاريتس أيضا ولكن إسمحنا أن نتوقف مع فاصل مشاهدين فاصل وبعده نكمل الحوار حول ما كتبه عاموس هرائيل في هاريتس وأيضا الإدارة الأمريكية على قتب إسرائيل وسنسأل أيضا عن موضوع التحركات الإسرائيلية الداخلية وعلاقتها بابتزاز الإدارة الأمريكية في مرحلة الانتخابات مشاهدين نواصل في آخر طبعة وكنا نتحدث عن مقال للكاتب الإسرائيلي عاموس هاريل في صحيفة هاريتس وهذا المقال الذي يتحدث عن توجيه ضربة عسكرية لإيران وهذا الموضوع المركب المعقد المرتبط بالكثير من الملفات هل تعتقد أن تصرفات إسرائيل ترتبط بموضوع هل تعتقد أن إيران أو إسرائيل تبتز الأمريكيين في الموضوع الإيراني لتنفيذ عملية استيطان على سبيل المثال لأنه بدأنا نلحظ بارح تحديدا كان هناك إعلان عن أكثر من 232 مناقصة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس ومنها في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية تعتقد أن الأمريكان يتغاضون عن هذا الموضوع الاستيطان مقابل أن الإسرائيليين لا يتكلمون كثيرا أو يفرملون في موضوع ضرب إيران هذا صحيح يعني ليس بحاجة إلى الكثير من التحليل أو المعلومات ما يحصل على الأرض يؤكد ذلك وأنا عندما تحدثت عن ابتزاز إسرائيلي للولايات المتحدة هو ابتزاز مالي وابتزاز استيطاني وابتزاز حتى في الموضوع الفلسطيني في كل هذه الجبهات يعني لاحظ أن إسرائيل تعمل في ظل هذه الغفلة العربية العالم العربي والإسلامي يلتهي في الوضع السوري وفي كل الأوضاع العربية التي تتهاوى وإسرائيل تقوم بكل ما يمكن أن تقوم به وفي نفس الوقت تبتزل للولايات المتحدة بالأمس القريب قدموا لها 200 مليون دولار كما سمعنا وسيقدمون لها المزيد من الأسلحة والطيران وإلى آخره لذلك أنا قلت وأعيد بأن إسرائيل مرتاحة جدا الآن مرتاحة جدا في ظل الوضع العربي فما هي الضرورة لأن تقوم بحرب غير مضمونة النتائج سيعلق على موضوع مرتاحة في ظل الوضع العربي أو في ظل المتغيرات لأن هناك في رأي آخر في رأي آخر يقول بأن ما يجري يستهدف أو سيعزز القضية الفلسطينية أكثر وسأتوقف معك عند هذا الموضوع ولكن اسمح لي أن نعلق أيضا على ما أوردته صحيفة الخبر الجزائرية لأنه هام للغاية يتعلق بما يحدث ببورما ومينمار وما يجري لي المسلمين هناك من مذابح وقتل جماعي ربما يفوق التصور الجديد في جريدة الخبر الجزائرية هو أنها نقلت اتهامات لأمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء هذه التصفية للمسلمين هناك هل تعتقد أن هناك أيدي إسرائيلية موجودة في مينمار أصبح من الثابت أن ما من حدث في العالم كله إلا وتكون له تغطية سياسية على مستوى عال يعني إما من دولة كبرى وإما من دولة إقليمية مسنودة إلى دول كبرى لذلك أنا طبعا لا أستبعد أبدا أن تكون ما هي المصلحة التي ممكن أن تجنيها إسرائيل أو الولايات المتحدة من قتل مسلمين مساكين إبرياء مزيد من الفوضى في تلك المنطقة ربما تمتد إلى مناطق مجاورة أخرى يعني كما قلت أستاذ واصف نحن الآن في جو في المنطقة العربية في الشرق الأوسط جو التحالف أو إعادة التحالف بين الولايات المتحدة من جهة وبين القوى الإسلامية الصاعدة للحكم من جهة هل يعقل أن تكون الولايات المتحدة هنا تريد التحالف مع الإسلاميين أو إعادة علاقتها بالإسلاميين الصاعدين إلى السلطة وفي مكان آخر تكون تواجه الإسلام بهذه الطريقة الوحشية ليس عندها مشكلة يعني الولايات المتحدة لا تفكر بمنطق طائفي تفكر بمنطق المصالح أي كان هذا يهودي مسيحي مسلم بوزي المهم أن تتأمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما يقول العقل الأمريكي هو عقل براجماتي يعني يغلب المصلح على أي شيء آخر لذلك نراها تدعم ضرب المسلمين هنا ضرب المسيحيين هناك التحالف مع المسلمين هنا التحالف مع اليهود هناك يعني هذه مسألة أصبحت ثابتة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هذا موضوع من ماروة بورما أيضا له جانب آخر الجانب متعلق بالعرب والمسلمين يعني هناك فصل تام نلاحظ بينما يتم الدعوة للجهاد في سوريا ضد السلطات السورية وتجمع التبرعات هلا برمضان بالمساجد أنه تبرعوا للثورة في سوريا والثوار في سوريا لأنه عم يقتل مسلمين يعني يصور بأن من يقتل مسلمين ومن منظر طائفي أحيانا نقيت وعندما يتم الحديث يعني لا نلاحظ هناك تغطية لموضوع مينمار أو هناك مثلا تبرعات لمينمار أو جهود فاعلة أو اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من الأطر المتعلقة بهذا الموضوع الأطر العربية والإسلامية مأساة مسلمي بورما يعني جاءت في غفلة من الزمن العربي والإسلامي كل الزمن العربي والإسلامي الآن مهتم بإسقاط النظام السوري فهذه هي المشكلة لذلك الغطاء الإعلامي والسياسي مؤمن في هذه المسألة طالما التركيز يعني الفوكس على سوريا فلا حاجة إلى الحديث عن مينمار لو لا بعض وسائل الإعلام وإلا المسألة غير مطروحة اليوم أيضا ساذ واصف الفلسطينيون يتساءلون أنه أنه هذه يعني إذا جاز لي التعبير أن أقول هذا الاستئساد العربي في الجامع العربية واجتماعات كانت ملفتة يعني كل يومين كان اجتماع يتعلق بسوريا والتوجه للأمم المتحدة وكان في حراك دولي فاعل في الموضوع السوري حراك عربي عفوا حراك عربي فاعل يعني الفلسطينيون يتساءلون لماذا لا يكون هذا الحراك في موضوع الاستيطان لماذا لا يكون هذا الحراك في موضوع القضية الفلسطينية الضغط على إسرائيل يعني العرب قادرين على الضغط في الجمعية العمومية الأمم المتحدة فشلوا في مجلس الأمن أربع أو خمس مرات وراحوا للجمعية العمومية وأخذوا قرار ضد سوريا مقاطعة للشركات السورية كان هناك تحرك فاعل لماذا لا يكون ضد إسرائيل لأن القرار الأمريكي هو الذي يدير هذه الدفة وبعض العرب بعض الدول تعتقد أن ما يجري في سوريا أو إسقاط النظام في سوريا هو المصلحتها تظن ذلك على كل حال الأمور ليست بيد لا العرب ولا المسلمين ولا الجامعة العربية لقد بدوا في موضوع الفلسطيني ليسوا أكثر من حجارة شطرانج تنقلها الدول الكبرى حتى ما يفوتني الوقت وأنسى هذا الموضوع أنه إسرائيل مرتاحة الآن هناك من يقول أنه كل ما يجري في العالم العربي من تغييرات يستهدف إسرائيل لأنه ستعيد الاعتبار للقضية المركزية للعرب والمسلمين القضية الفلسطينية سؤال من شقين تجيبني عليه في دقيقة ونصف تقريبا البعض يخالفك أنه إسرائيل غير مرتاحة وأنه هذا التغيير سوف يستهدف إسرائيل وموضوع الفلسطينيين في كل ما يجري هنا أسأل عن الفلسطينيين بشكل عام قضية فلسطينية وتحديدا الفلسطينيين في سوريا نعم فضل أنا أعتقد أنه لو كرسنا كل هذه القدرات سواء القدرات الرسمية أو القدرات الشعبية العربية والإسلامية باتجاه القضية الفلسطينية واتجاه إسرائيل لكان يمكن أن تقلق إسرائيل فعلا ولكن هذه الفوضى الحاصلة في العالم العربي هي التي تؤمن لإسرائيل المزيد الفرصة الوقت للمزيد من القوة المزيد من بناء المستوطنات حتى أنها وصلت إلى المسجد الأقصى ويبدو أنها باتجاه القيام بإجراءات قول لك أستاذ واصف قوة تغيير أننا أزحنا الأنظمة الحليفة كانت تحمل إسرائيل ونحن الآن أنظمة شعوب يا أخي كان دائما بعض الفلسطينيين من أخطاء الذي حصل في لبنان أخطاء الماضي يقولون أن طريق القدس تمر في جوني يا أخي طريق القدس تمر بحيفا وتمر بتل أبيب وتمر من نابلوس وكذا الآن طريق القدس تمر بحلب وطريق القدس تمر بمرسى مطروح وتمر بليبيا أنا لا أضمن أن تكون الأنظمة العربية المقبلة هي أنظمة مقاتلة وأنظمة قادرة على إحراج إسرائيل خصوصا وأننا نرى أن الراعي لهذه التغييرات هو راعي غربي طيب بسبب ضيق الوقت سننتقل مباشرة إلى الفقرة الأخيرة في آخر طبعة وهي فقرة الكاريكاتور اخترنا لكم مجموعة رسوم نقلا عن الصحف العربية نتابعها ونحاول التعليق عليها في الوقت المتبقي من الحلقة طبعا هذا الكاريكاتور الأول وهو من صحيفة الخبر الجزائرية يتحدث عن أداء الإعلام أو وسائل الإعلام متحدثين الفضائيات العربية كم تحمل أكثر من وجه هذه اللوحة صحيح أنا أحمل بعض الفضائيات العربية هذا الدم السائل بسبب وحيد أنها لم تعد محطات مهنية إخبارية مهنية وعندما أقول مهنية أقصد احترام الخبر وصدقية الخبر يعني تطلق خبر صحيح وعشرات الأخبار غير الصحيحة التي تثير الشارع وتؤدي إلى مثل هذه الدماء طيب نشاهد الرسم من صحيفة الأنوار اللبنانية استقالة كوفي أنان كأنها تحجب عيون الأمم المتحدة هكذا الوضع لا أعتقد ذلك الأمم المتحدة لها عيون كثيرة في سوريا ولم يكن كوفي أنان عينها الوحيدة يعني بهذه لا لا أصلا ربما يقصد أنه عدم تلمس طريقها يعني هذا من نوع الموقف السياسي ولكن لا أعتقد أنه صحيح طيب الرسم الأخير وهو للرئيس المصري محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل تعتقد أن الإسلاميين أو الأخوان المسلمين أطبقوا على الحكم في مصر من دون شك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القريب منهم ورئيس مجلس الشعب أستاذ وصف عوضانا أشكرك جزيلا شكرا لك 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 مشاهدينا آخر طبعة لهذا اليوم انتهى لكم احترامي كمال خلف إلى لقاء